نذكركم بأنه في الحلقة الماضية خصصت برنامج المشاكل الجالية خاصة واحد جوجد الاتفاقيات كن وقح من مغرف 2019 من طرف وزير المالي ياسي بن شعبون انا داك واللي كيتعلقوا يعني تصريح او الا بتبادل المعلومات دي الحسابات البنكية دي الجالية واشياء اخرى بطريقة آلية اوتوماتيكية ما بين المغرب والدول الاوروبية وهذه الحلقة قلقتوا على الجدل كبير خاصة بين اوساط الجالية مور هذه الحلقة مباشرة توصلت بالعديد لما قل بالمئات المئات دي المكالمات ودي الرسائل النصية الى غير ذلك وانا شعرت بانه كان واحد تخوف كبير بين اوساط الجالية وكان واحد توتر بين اوساط الجالية وكان يقول لك قلنا نجيو نسدوا الحسابات البنكية وقلنا نجيو نبيعوا الاملكتيننا وما بقناش تيقين يعني في النساق يعني دي القوانين المغربية لانه لا تحتارموا خصوصية الجالية خاصة واحنا تقنا وقال لكم مرحبا بكم في بلدكم ما جو ستمروا في بلدكم وما يكون باس وما يخصكم خير واحنا قد نحميوكم واذ بينا عشين وضعات بين لهم بانه المغرب قد يبقى يعني يتبادل المعلومات ولا يصرب المعلومات لجهات اجنبية خاصة دي البلدان لإقامة دي هذه الجالية وهذا مشكل في حداته انا اليوم وناشد الحكومة المغربية انها تخرج توضح بعض الامور وخاصة فيما يتعلقوا بهذه الاتفاقيتين يعني باش طمأن ابناء الجالية المغربية ليعدونا بالملايين انا درتوا حل الحلقة وتكلمت على مجموعة دي المعطيات فيمكن انا اتيت معطية نقصة المغرب این هي الي وقعت هذه الاتفاقيتين انت بعدين انا mająت بوزارة الملات تخرج وتكمل المعلومات دي المعلومات دي لنقيصة هي تكملها او الليلة المعلومات دي المبالغة تزيد وضحها في السياق الموضوع ديه فالسياق الصحيح او الليلة تخطأ لان tinha خطأ ورратل توضحوا بوزارة المالية تشرر الحمد لله كل شيء بزيان ولكن باش تبقى الحكومة سكتة وكينتوتر وكينتخوف وهي تشرح بعين الحلقة اللي درتها هذي واحد تلتيام تجاوزت المليون مشاهدة المواقع الإلكترونية اللي كتهتم بالجالية تتطرقوا إلى هذا الموضوع يوماً ليلة نهار والحكومة للأسو خاصة وزارة أنا تصلت بوزارة المالية ما يجاوبونيش لحد الآن ممكن نرى هم مشغولين بحوية شخورين ما كان باش نتمنى أنهم يعني ياخدوا الوقت ما يشيوش عندي يعني ما يوضحوا ليش لي يوضحوا للجالية خاصة وأن أبناء الجالية المغربية جلالة المالك يخصموا واحدة رعاية كبيرة سامية ودائماً جلالة المالك يشيدوا بمجهودات الجالية وبدور الجالية في تنمية دي البلاد وبدور الجالية أيضاً في الدفاع عن ثوابت الأمة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن فإذا كان جلالة المالك يهتم بالجالية بهذا الشكل الكبير والتي تقدر الجالية وعرفها فأضعف الإيمان أن وزارة المالية يعني غير تخرج توضح أو لا مثلاً شو واحد من الحكومة بش يهدأ توطر وتخوف الجالية المغربية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في قناة أشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى فارتجوه مع أصدقائكم ولمزيدنا الأخبار تليشارجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور وأب ستور ترجمة نانسي قنقر